هناك تقسيم في المدرسة الإباطية هذه نعم الولاية البراءة عند علماء يعني هي الولاية البراءة هناك ولاية الحقيقة ولاية الجملة وشيء وبراءة الجملة وهناك ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة وهناك الولاية والبراءة بحكم الظاهر أما ولاية الجملة أن يتولى المؤمن يعني أولياء الله من المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين من الأولين والآخرين والبراءة أن يتبرى من أعداء الله ورسوله من أعداء الله وأعداء رسوله من الأولين والآخرين هذا ولاية الجملة وبراءة الجملة الولاية معناها يعني الحب في القلب والثنى باللسان والإعانة بالجوارع والبراءة البغض في القلب والذنب باللسان وكذلك التقريح أو التقريح بالجوارع وهناك ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ولاية الحقيقة أن يتولي المؤمن من نص الله تعالى على سعادتهم إما أن يصرح بأسمائهم أو كناهم أو أبهمهم كالأنبياء والمرسلين فقد سماه الله تعالى يقبع المؤمن أن يتولى الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله تعالى في كتاب العزيز أو من أبهمهم الله تعالى كأصحاب الكهف أو أثنى الله تعالى عليهم وكذلك أمرأة فرعون أثنى الله تعالى عليها وأم مرأة عمران وأم موسى وكذلك مؤمن آل فرعون وصاحب الذي جاء من القرية وقاء رجل من أهل القرية يسعى في سورة ياسين هؤلاء الله تعالى نص على سعارتهم في كتاب العزيز يقبع المؤمن أن يتولاهم لأن ولاية حقيقة نص الله تعالى عليها فمن أنكر واحد من هؤلاء يعني يعتبر خارجا عن ملة الإسلام لأنه رد حكم الله جل جلال في كتاب العزيز وكذلك يتبر من البراءة حقيقة من الذين نص الله تعالى على شقاوتهم نص بأسماء صرح بأسمائهم أو كناهم كذلك كفرعون كهامان كقارون هؤلاء يقب على المؤمن أن يتبر منها وأبي لهب وكذلك يتبر من من يعني الله تعالى لم يصرح بأسمائهم كالتسعة الرهط نعم الذين قال الله تعالى عنه وكان في المدينة التسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نعم وكالأقوام التي أهلكها الله جل جلاله كقوم لوط كقوم نوح كقوم إثعال كقوم ثمون كقوم شعيب قوم صالح نعم قوم صالح قوم ثمون هؤلاء نص الله تعالى على شقاوتهم في الآخرة نعم يجب على المؤمن أن يتبر من هؤلاء نعم وكذلك ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة أن يتولى بحكم الظاهر المؤمن نعم ولاية حكم الظاهر أن تكون بالشهرة نعم أو بشهارة عدلين أو كذلك يعني بالعيان نعاينه نعم أن يفعل خيرا يعني صالحا عملا صالحا ولم نرى منه يعمل منكرا نعم أو مخالفا للشرع هذا نتولى بحكم الظاهر نعم أو اشتهر كبعض الصح يعني هناك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر هؤلاء اشتهر فضلهم وصلاحهم واستقامتهم نعم وكالألائم المرضيين من أصح من علماء من آئمتنا رحمه الله تعالى نعم كطالب الحقي وكأبي الخطاب المعاظري وكأبي حمد المختار وكذلك المهنة كعبد الملك بن حميد نعم وكذلك الوارث بن كعب وغسان بن عبد الله وكالإمام ناصب المرشد وكالإمام سعي بن عبد الله وغيرهم من العلماء الإمام الخليدي نعم والإمام سعي بن راشد هؤلاء يعني وكالإمام يعني لأئمة هؤلاء والإمام غالب يعني هؤلاء نتولاهم بحكم الظاهر هناك نتبرأ أيضا يجب علينا نتبرأ بحكم الظاهر وهو من اشتهر فسقه وغشمه وظلمه يعني كالحقاق من يوسف وكغيرهم هؤلاء نتبرأ منهم براءة وكخلفاء بني أمية إلا عمر بن عبد العزيز فنحن نتولاه رحمه الله لأنه كان عادلا استثني عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك يعني براءة بحكم الظاهر تكون بالشهرة وبالعيان وبشهارة العدلين وكذلك بالإقرار أي يقر على نفسه أنه وقع في معصية توقب البراءة كقتل النفس المحرمة كشرب الخمر كالزينة كفاحشة قمن البلوت كالخيانة كغيرها من المعاصي التي توقب البراءة أو يعني توقب البراءة ونص الله تعالى عليها وهذا يعني في قول blue تعالى بعض الناس يقول كيف ذلك الله تعالى يقول إن ترضوا عنه إن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله تعالى هنا يحذرنا أن لا نرضى أن نترضى أو نرضى على القوم الفاسقين ونبرر أعمالهم التي فعلونها المخالفة بالحبيث عنه صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه براءة ليس مننا من لطم الخدود وشق القيوب ودعى بدعوة القاهلية ليس مننا من خبب امرأة على زوجها أي أفسد امرأة على زوجها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرى من أصحاب المعاصي هؤلاء موحدون يفعلون المعاصي تقبل براءة منهم إن فعلوا معصية مخالفة يعني توقب البراءة توعل الله تعالى عليها في كتاب العزيز أو توعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها باللعن أو الطرد أو بوعيد أو ما أشبه ذلك فهذه تسمى معصية كبيرة توقب البراءة من صاحبها إذن المدرسة البعضية يعني فصلتها تفصيل فالذلك أنا أدعو الناس جميعا أن يقرؤوا في كتب منهج الأصحاب الإباضية مدرسة يعني ماشية المدرسة الإباضية هي ما تتصادم تتصادم مع الظلم مع المنكرات عندما ثار أصحابنا ولقوا بالخوارق وهم رآوا من الخوارق ثار على الظلم على الظلمة الذين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله ويعيثون في الأرض فسالا ويتسلطون على ثروات الأمة ثروات المسلمين فثار هؤلاء بقوا على المنهج الصحيح منهج السلف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فثاروا على هؤلاء لم يثوروا لأجري السلطة عاشاهم عن ذلك ولا أجري عن الأموال ولا لأجري كذلك القواري الحسان وهم كانوا ما ينظرون إلى هذا كانوا ينظرون إلى الدنيا كما ينظر أحلون إلى التراب فتساوى في ميزانهم تبرها وترابها وعذبها وعذابها